موجز الثالث من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم شدد الرئيس عبدالفتاح سيسي على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين محذرا من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس سيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي السيد وليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف تصعيد العسكري وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع بما يحتم تضافر الجهود الدولية دون إبطاء للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف الاجتماع شهد توافقا على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية وكذلك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم كما شدد السيد الرئيس على ضرورة العمل بجدية نحو تسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين محذرا من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضاعم الأزهر الشريف للقيام بمهامه وأداء دوره على أكمل وجهة جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس الوزراء بمقر مشيخة الأزهر وشهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات ومسؤول الأزهر الشريف وجامعة الأزهر كما أكد مدبولي أن الدولة لا تتدخر جهدا من خلال التنسيق مع الأزهر في دعم الطلاب الوافدين وتدليل العقبات التي من الممكن أن تواجههم فضلا عن تيسير مختلف شؤون الموعوثين الأزهريين ممثلين لمصر في الخارج من جهته قال فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف يستقبل آلاف الطلاب الوافدين من 106 دولة حول العالم لدراسة في مختلف المراحل التعليمية مؤكدا الحرص على توفير الطلاب الوافدين فرصا للتعايش والاندماج في المجتمع المصري نفى المركز الإعلامي والمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن استيراض مصرى شحنات تقاوى فاسدة من جهتها أوضحت وزارة الزراعة أن جميع التقاوى المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة لكافة المواصفات القياسية وأشرت الوزارة أن الشحنات تغضع جميعها للفحص ورقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات الدولية تواصل مصر جهود التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني عبر مسارات عدة من بينها المسار الإنساني والذي يتجسد في دور القاهرة الإغاثي المستمر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر وفي هذا الإطار يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة وإدخال أطنان من المساعدات وصونا لاستقبال الجرحة اشتركوا في القناة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب كل القوات البرية من جنوب قطاع غزة معدى كتيبة واحدة هذا ولم يقدم الجيش الإسرائيلي بعض تفاصيل أخرى كما لم يتضح ما إذا كان الانسحاب سيؤخر ما هدد به جيش الاحتلال منذ فترة طويلة من توغل في مدينة رفح بجنوب القطاع نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء أربعة جنود قد قتلوا في قطاع غزة يرتفع عدد قتله إلى ستمائة وأربعة منذ السابع من أكتوبر الماضي وأكد جيش الاحتلال أن أفراد الكوماندز الأربعة قد قتلوا في جنوب غزة بعد أسابيع من التراجع النسبي في حجم الخسائر البشرية الإسرائيلية وكانت حركة حماس قد أعلنت مسؤوليتها عن كمين استهدف عدد الجنود الإسرائيليين في بلدة خانيونس جنوب قطاع غزة أمس السبت أعلنت وزارة الخارجية والدفاع في بريطانيا أن سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية ستقدم مساعدات لغزة في إطار جهد دولي يدف إلى إقامة ممر بحري إنساني جديد في أوائل مايو وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون أن الجهود متعددة الجنسيات التي تضم الولايات المتحدة وقبرص وشركاء آخرين ستعمل على تطوير رصيف مؤقت جديد قبال تساح الغزة وأوضحت الخارجية البريطانية أن المبادرة ستشهد فحص المساعدات مسبقا في قبرص وإرسالها مباشرة إلى غزة من خلال الرصيف الأمريكي المؤقت الجديد الذي يتم إقامته قبالة الساحل أو عبر ميناء الزدود بعد موافقة إسرائيل على فتحه دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة فورا كما طالبت الجامعة بإعادة إعمار القطاع الصحي المنهار في القطاع وإنفاذ دخول المساعدات الإنسانية العاجلة وبشكل مستدام واستنكرت جامعة الدول العربية استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاك الخطير بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الأمر الذي يزيد من خطورة الأوضاع الصحية والإنسانية منابهة إلى أن هذا الأمر سيحمل أثارا مدمرة على صحة الأمهات والأطفال وكبار السن يعقد مجلس الأمن الدولي غدا لاثنين اجتماعا حول انضمام أعضاء جدد للأمم المتحدة بعد تلقي رئيسة المجلس خطابا من الأمين العام بشأن طلب مقدم من دولة فلسطين وأعربت الجمعية العامة عن أملها في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في سبتمبر للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب بالأمم المتحدة بعد قرارا اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012 وصدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت استشد وأصيب عدد من المواطنين في سلسلة غارات من قبل الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية في اليوم 84 بعد المائة من العدوان المتواصل على قطاع غزة والذي تركز على مدينتي خان يونس ورفح جنوبية القطع ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي ما أدى لاستشهاد 33137 مواطنا أغلبياتهم من الأطفال والنساء وإصابة 75815 آخرين في حصيلة غير نهائية أعلنت شركة البريطانية للأمن البحري أنها طلقت معلومات عن تعرض سفينة لهجوم في خليق عدن على بعد حوالي 102 ميل بحري جنوب غرب المكلة في اليمن وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت أن صاروخا سقط بالقرب من سفينة في خليق غدا على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء عدن في اليمن لكن لم تقع أضرار بالسفينة أو إصابات بين أفراد التاقم ختم موجز ثالثة دمتم في رعاية الله